عصمة وزير الكهرباء والمهندس كريم بدأ وزير البترول منظومة الكهرباء مسألة تخفيف الأحمال ووقف تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف إن شاء الله شهر سبتمبر القادم وكمان استعداد الدولة للصيف القادم وأيضا منظومة الكهرباء في مصر هذا والاجتماع اللي عقدوا السيد الرئيس النهاردة فيه طبعا زي ما حاكوا بتتابعوا وأيضا سيد الرئيس اطلع طبعا من دولة رئيس وزيراء ووزيراء الكهرباء والبترول على الموقف الحالي للحكومة ومسألة سيد الرئيس حريص جدا على مسألة الخدمات التي تقدم المواطنين حريص جدا على إنه مبقاش الناس بتشتكي من إنه درجة حرارة مرتفعة وكهرباء بتقطع سيد الرئيس حريص على إنه الكهرباء تكون موجودة للناس استدامة تقديم الخدمات للمواطنين نبتكلم على الكهرباء أو غيرها ولكن الاجتماع اللي قدام حضراتكم ده كان خاص بيه الكهرباء تحديدا ولكن ده ينطبق على أي أمر رئيس حريص على المواطن بالدرجة الأولى هذا الاجتماع النهاردة وأيضا في ظل كمان ارتفاع معدلات للسهلاك اليومي واللي أكد عليها الرئيس الوزراء النهاردة تجوزنا 38 ألف ميجا في استهلاك رهيب لم نصل إليه من قبل ولكن ده كمان بيأكد لك إنه الإنتاج ما عندناش مشكلة إنتاج كهرباء بدليلي للسهلاك الي مبارح 38 ألف ميجا معناها إنه لديك محطات ولديك شبكات نقل وتوزيع ولديك شبكة كهرباء قوية جدا تقدر تنتج كل اللي انت عايزه حد اشتكى مبارح يعني حل حصل ولكن رئيس الوزراء قال ممكن يحصل محاول يعني يخرج من الخدمة زي ما احنا تكلمنا على مدار الأيام الماضي ولكن في الآخر لديك شبكة تقدر تنتج كهرباء احتياجاتنا بالكامل الأهم النهاردة استمرار الخدمات التي تقدم للمواطنين طبعا الوزير الكهرباء ووزير البترول كمان ومع دولة رئيس وزراء أمام سيد رئيس النهاردة تكلموا طبعا على التجهيزات اللي بتتم على الترتيبات على الخطط المستقبلية الخاصة للحكومة في الاستثمار في قطاع الكهرباء نتكلم على كهرباء او بترول نتكلم على زيادة الزيت او الزيت الخام طبعا والغاز وده للرئيس الوزراء يتكلم عنه في المؤتمر الصحف نتابع اجتماع السيد الرئيس حفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمة وزير كهرباء والمهندس كريم بدوي وزير البترول اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والسروة المعدنية وذلك في اطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عددا من الملفات ذات الاولوية في قطاع الطاقة وعلى رأسها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس باجاد حلول حسمة لمسألة تخفيف احمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين اشار المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية الا ان السيد الرئيس اطلع في هذا الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد خاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة وفي هذا الصدد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيراء الكهرباء والبترول جهود توفير الاحتياجات العجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية بما ادى الى القدرة على وقف تخفيف الاحمل خلال فترة الصيف مع العمل المكثف وفقا لخطة زمنية محددة لانهاء تلك المسألة بشكل جذري اخذا في الاعتبار عدم الاستقرار الاقلمي والدولي وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة بهدف زيادة الانتاج من الزيت الخام والغاز في اسرع وقت ممكن وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الانتاج بهدف خفض تكاليف الاستيراد فضلا عن تأمين امدادات البترول والغاز للسوق المحلية اضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بتكسيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية او طاقة الرياح بهدف اضافة قدرات جديدة الى الشبكة الكهربائية مشددا على الاهمية الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة سواء للافراد او للصناعات والانتاج وكذا تخفيفا للطلب على الغاز والوقود الاحفوري وايضا في اطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ كما وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزرات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية مشيدا بما ابداه المواطنون من تفاهم وتحمل مقدر لاجراءات تخفيف الاحمال خلال المرحلة السابقة وموجها في هذا الصدد بتكسيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة